أولاً الولايات المتحدة الأمريكية قد صرحت أن هذا النظام النظام لهايمرز في تركيا في سوريا من أجل تأمين المنطقة هناك وأيضاً من أجل تأمين الأمريكيون والهدف الرئيسي وراء هذا هو أن يكون هناك نظام رادع ونظام منيع لحمايتهم وكما علمنا أن هناك مشاكل كثيرة ونرى أن إيران تخطط لتصعيد الخلافات والهجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد سوريا وهذا واضح بشكل كبير وأيضاً هناك بيانات استخباراتية تقول أن إيران وروسيا وسوريا قد قاموا بتنسيق ما بينهم تنسيقات ثلاثية من أجل أن يستهدفوا تصعيدات كثيرة في الملف الأمريكي لذا فكان هذا التواجد العسكري من أجل حماية القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي السورية وفي الوقت ذاته من التصدي للصراعات الأمريكية الموجودة الموجودة السرعات الموجودة ضد أمريكا في هذه المنطقة لذا هم يحاولون قدر الإمكان تأميل أنفسهم وأن يضع أنظمة راضعة دفاعية هذا النظام الهايمرز يعطي نظام دفاعي ويؤمن القوات الموجودة سيادة العقيد تحدثت بأنه اليوم الهدف من هذه الخطوة هو حماية قواعدها حماية الأكراد الموجودين منع التدخلات ولكن غريب أن يكون هذه الحماية موجودة حول حقول النفط حول حقول الغاز حول جميع الموارد والمصادر السورية التي منعت عن الشعب السوري في السنوات السابقة نعم بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات حول حقول الطاقة وحقول الوقود في سوريا وهذا موجود في منطقة شرق سوريا وأيضا هناك الأقراد موجودون هناك وهناك توجدات لداعش وغيرها من الجماعات الاريابية وهذا يتطلب أن يكون هناك تصدي كبير وعاجل للمشاكل هنا لذا نحاول قدر الإمكان أن نؤمن القوات وكما قلت أنهم الرئيس الأمريكي الآن يحاول قدر الإمكان أن يستوعب التصعيدات التي تأتي من الجانب الإيراني وأيضا يحاول أنه بعيد كل البعد عن سرقة الزيت والوقود السوري وإنما هو فقط يحاول أن يتصدى لداعش الموجودة في شرق سوريا وهذا بالمصادفة في مكان وجود الحقول الطاقة السورية هناك ولكن هذا بعيد كل البعد عن هذا وهذا يحدث في أي مكان في العالم الولايات المتحدة الأمريكية فقط تحاول أن تحافظ على قواعدها العسكرية وتحافظ على جنودها